طيب أنت ذكرت عن الحي تمام نيجي للمرأة للحواء لحواء الرب قال لها تكثيرا أكثر أتعاب حبالك بالوجع تلدينا أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك يعني إيه الكلام ده بقى الوجع والألم في الحدود المزبوطة ده شيء كويس بمعنى إيه أني أنا لما ألمس حاجة وأحس أنها سخنة لازم أشيل إيدي فالرب حاطت عندنا التوتش ريسبتورز دي دي وقاية لنا أنا أعرف شخص كان بيدي محاضرة في أمريكا وبعدين واحدة ست جات له معها بنتها ما عندهاش الريسبتورز دي ما عندهاش الحواس بتاعت اللمس فأمها محوطها على طول لأنها ممكن تتخبط في أي حاجة ومش تحس بيها فالوجع بمعنى التوتش اللمس ده حاجة كويسة لكن اللي حصل في العقوبة بتاعت حواء أني تكثيرا أكثر أوجاع حبلك فهيكون في ألم في الولادة في الولادة الألم المقبول الأليل ده كويس لأنه هينزرها أنها تولد لكن تكثيرا أكثر هي دي العقوبة اللي حصلت عليها وبعدين الحاجة التانية إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك فكرة السيادة بقى أنه في العيلة الأولانية آدم وحواء كان فيه تناغم كامل بينهم ما كانش فيه مشاكل ما كانش فيه زعاء ما كانش فيه اختلاف في الرأي كان فيه هارموني كان فيه تكامل والرب في وصفه للأسرة المسيحية الرأس والجسد الرجل مسئولية القيادة والرأس والجسد لتنين مهمين جدا فالرأس بتقدرش تشتغل لوحدها والجسد ما يقدرش يشتغل لوحده لكن فيه تناغم لما الرأس تؤمرني أن أنا أمسك الكباية دي أنا بستجيب لكن لو الرأس أمرتني أني أمسك الكباية وأنا قلت لأ هيحصل خلاف بين أوامر الرأس واستجابة الجسد فاللي حصل في العدد ده هو تشوه لعلاقة الإنسجام اللي المفروض تكون في الأسرة وده احنا نقدر نشوفه بسهولة جدا في العالم اللي احنا عايشين فيه اشتركوا في القناة